سلام عليكم ازايكم عامدين ايه ان شاء الله يراب تكونوا بخير وصفة النهاردة وصفة حلوة جدا للتشققات بتاعة الكعب الكعب الرجل لكمان للجفاف بتاع البشرة الايد يعني ازا كان الكوع ازا كان الركب كل الحاجات اللي بتنسب لان احنا بنبقى مهملين جدا في فترة الشتا ما بنشربش المية الكافية اللي محتاجها جسمنا علشان كده بنحاول نرطب جسمنا كويس جدا او ايدينا من المواعين من المية الصخرى فاحنا محتاجين الوصفة دي ضروري هنا انا معايا شمع من اللي هو بتباع برا في علب يعني لما بيقطع النور بتنوري بيه هبشر شمعايا واحدة بس وكمان جهزت فازلين طبي لان الفازلين بيرطب البشرة كويس اوي بنسبة 99% جبت فنجان من زيت الزتون لو عايزة تستغني عنه وتحطي مثلا زيت لوز مفيش اي مشكلة بس زيت الزتون بيتمعروف انه هو طري جدا للبشرة او بيرطب البشرة طبيعي هنا معلقتين من الفازلين وهنقلبهم وهنجيب مية سخنة على النار وهنحط حمام دافي يعني هنحط حمام مائي دافي هنفضل بقى اول ما تغني المية هنحط الخليط بتاعنا او البولة الازاز بتاعتنا ونفضل نقلب فيه احنا ما يحتاجين ان الخليط بتاعنا دا ما يبقاش فيه اي تكتلات عايزينه ناعم وكريمي وقوامه سائل زي ما انتوا شايفين هو هيفك معاكي على النار عادي اهو يعني بس بتحطيه في مية طبعا عشان ايه ما يتلساش مني هنا اول ما يبرد هجهز علب بتاعت الكريم اي كريم بيفضل من عندك اغسليها ونشفيها كويس وحطي فيها هينشف معاكي صدقيني على بشرتك بتبقى زي البيبي زي الاطفال كده بشر نعمة بيعالج التشققات للناس الكبيرة اللي بتتوضع على طول ما بتنشفش رجليها برضو بيعمل مشاكل في الرجل فاحنا هنعالج رجلنا بالكريم دا لو عندك مامتك عندها نفس المشكلة حاولي تعملي لها الكريم دا وهتدعي لجدعوة خير اتمنى يا ربي الفيديو النهاردة يعجبكم ما تنسوش الفيديو اذا عجبك من لايك وكمان اشتراك لو اول مرة بتشفيني على القناة هكون سعيدة جدا اتمنى يا ربي افدكو اقدر افدكو بكل وصفة بعملها اشوفكو على خير كانت معاك وفاق السلامة